يبدأ مع حضرتك الأول إليك في إسناد هذه المباراة لطاقب تحكيم مصري تمام، طب تسمح لأقول حاجة الأول فضل كابتن الإسلام يعني للحق يقال إحنا من ثلاث مواسم بالزبط حصل هجوم كبير جدا جدا على الحكام والهجوم دوت طال الحكام ذات نفسيها من بعض عناصر اللعبة لدرجة أن في بعض الحكام كادت أنها تقدم اعتذار عن التحكيم من اللي وقف في الفترة دي؟ أنا بتكلم كلام بأمانة مش عشرنا موجود النهاردة النادي الأهلي، مجلس أساس النادي الأهلي بوقف داعم وساند في الفترة ديت التحكيم المصري إذن النادي الأهلي في البداية قبل من نتكلم بس لما بيدعم التحكيم المصري مش بطلب غير حقه والعدالة التحكيمية كان داعم ومساند التحكيم المصري في هذه الفترة الحارجة جدا اللي حصل فيها هجوم كبير جدا جدا نالت بعض الحكام في شخص الحكام الحاجة الثانية إحنا هنا في قناة النادي الأهلي وخاصة للسود التحليل وفقرة التحكيمية مش بنجيب الحالات التحكيمية ونكون قاسين على الحكام بالعكس احنا نجيب الحالات التحكيمية دا عشان ندي فرصة للناس نقول إن هنا من خلال القنون احنا بنطور أداء الحكام احنا بنساعد لاجنة الحكام في نشر الثقافة التحكيمية في نشر قنون القرد القدم وبالتالي أي تعديل بيجيب بنشرحه هنا دي مساعدة لاجنة الحكام دايما بنساند وندعم على الرغم من هناك فترة حصل فيها دروب كبير جدا للتحكيم والنادي الأهلي تعرض لظلم لمسلمين اللي فات ولكن ما زلنا حتى الآن ندعم ونساند لجنة الحكام والتحكيم المصر دا مبدئيا عشان بس تبقى لكل عارف ترجمة نانسي قنقر